فيه كمان عندي وثيقة اسمها خطاب بلاطس البونتي وثيقة في منتال أهمية خطاب بلاطس البونتي لتيباريوس قيصر عصر عليه أحد العلماء الألمان محفوظ حالياً في مكتبة الفاتيكان خلاصة التقرير ده أو الخطاب ده أن بلاطس بيرفع تقرير لتيباريوس قيصر الإمبراطور بالأحداث اللي حصلة عنده في أورشالين بيقول أن اليهود أبضوا على المسيح وطلبوا من بلاطس أن يصلبوا وأنه هو حاول أن يبرقوا من إيديهم حاول أن يجلدوا بس لكن هم كانوا مصررين على الصلب وسلموا فعلاً للصليب وسمح بعد كده ليوسف أنه يتفنوا في قبر جديد هايزا أقول لكم تقرير بلاطس ده كان معروف في القرون الأولى المسيحية جاب سرتمين جاب سرتم يستينوس الشهيد مية وخمسين ميلاديا جاب سرتم ترتليان مية سبعة وتسعين ميلاديا جاب سرتم في كتاب اسمه شهادة أعمال بلاطس في تذكرة بلاطس موجود في مجموعة أجباء ما قبل نقيا المجلد الثامن جاب سرتم أسقف اسمه يعقوب المقديشي في القرن الثاني الميلادي بأسف في القرن الثالث الميلادي من الكتاب السوريان أسقف مشهور اسمه يعقوب المقديشي يبقى عندي أدلة ترجع من القرن الثاني للقرن العاشر بتتكلم عن خطاب بلاطس البنطي لتيباريوس قيصر وثيقة في منتهى الأهمية بترجع أن الوثيقة دي عندي بتعود إلى القرن الثاني الميلادي بتشهد لحقيقة صلب وموت وقيامة السيد المسيح سواء كان كتبها بلاطس فعلا أو كتبها حد بعديه في القرن الثاني لكن وثيقة تاريخية موجودة عايز أقول أن المؤرخ العالمي رهته فرانس فرانس ده قال إيه إجمالي تعليق على كل الوثاق التاريخية اللي عندنا عم حقيقة الصلب قال لذلك فإن القرائن التاريخية غير المسيحية تبرهن على حقيقة وجود يسوع وعلى اتباع الكثيرين له وعلى إعدامه والتاريخ التقريبي لهذا الأمر في كمان أستاذ التاريخ إدوين ياموتشي في جامعة نيامي قال إن لدينا من الوصائق التاريخية ليسوع ما يفوق الوصائق التي تشير إلى أي مؤسس ديني آخر وقال لو لم يكن لدينا كتابات العهد الجديد لو كانش عندنا الأنجيل لا استطعنا أن نستنبط الحقائق التالية من الكتابات التاريخية غير المسيحية من كتابات اليوسيفيوس التلمود تاسيتوس كنا وصلنا إلى أني عندنا شخص اسمه يسوع كان معلم يهودي آمن به كسيرون رؤساء اليهود رفضوه صلب في عهد بلاطس البنطي حكم عليه في عهد تيباريوس قيصر وإنه رغم موت العار اللي اكتازه إلا أني أتباعه كانوا يؤمنون به وإنه نشروا دينته فيما بعد وبحلول سنة 64 ميلاديا كانت روما كلها بتؤمن بالمسيح وإن البشر في كل مكان من المدن والقرى رجال ونساء عبيد وأحرار قد عبدوه كإله بحلول القرن الثاني الميلادي